قفزة نوعية قد يشهدها عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة بعد أن سجلت البلاد عدد وفيات هو الأدنى منذ شهر بلغ 1015 حالة نشرت صحيفة واشنطن بوست مسودة تقرير حكومي يشير إلى احتمال ارتفاع عدد الوفيات اليومية إلى 3000 عند بداية يونيو المقبل وإصابات تصل إلى 200 ألف حالة يوميا وبحسب المسودة فإن أعداد الوفيات كما الإصابات ستبدأ بالارتفاع تدريجيا في منتصف مايو الحالي إلى أن تصل إلى الأعداد النهائية المذكورة في التقرير المسودة أعدها أستاذ بعلم الأوبئة في جامعة جون هوبكنز وقدمها إلى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلا أن الأخيرة كما البيت الأبيض تنصلت من مسودة التقرير الحكومي ارتفاع الأعداد تعود أسبابه إلى إعادة فتح البلاد بطريقة غير تدريجية إضافة إلى زيادة الفحوص في مختلف الولايات البيت الأبيض توجه إلى الشعب الأمريكي وطمأنه بأن إعادة الفتح ستتم وفق خطة علمية يعدها أهم خبراء الصحة والأمراض المعدية في البلاد مؤكداً أن المسودة لن تؤثر في قرار الرئيس ترامب إعادة فتح البلاد قرار إعادة الفتح الذي يصر عليه الرئيس يأتي بشكل أساسي بسبب الأزمة الاقتصادية المتزايدة واعتزمت واشنطن اقتراض مبلغ قياسي قدره ثلاثة تريليونات دولار للضخ في حزم الإنقاذ الخاصة بفيروس كورونا